حريقة وقت تكلمت على موضوع التعليم يعني هو كان سؤالي ماذا لو رتبت أولويات لموضوع الحوار الوطني لكنك ذكرت كده حالياً مش هيئة الحية مهم جداً جداً فكرة ارتفاع مستوى التعليم الطبي وأنت كتبت على فكرة هجرة الأطباء من مصر وأصبح هذه الهجرة الحية مش أكتر من حد يعني أعتقد أن أخوك كمان الدكتور صلاح كتب عن هذا الموضوع باعتباره طبيب والكل بيتكلم على أن الأطباء بيتعلموا في مصر وبيهجروا بره بالزبط والنسبة الهجرة بقتعالية جداً 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 يعني أعتقد أنه ممكن هذا يكون أيضاً من ضمن ما سنناقشه في الحوار الوطني طبعاً طبعاً يا دورية هؤلاء الناس دي بتتعلم في مصر وبتنفق عليها الدولة المصرية وبتصرف عليهم وياخدوا بعضهم يصرفوا طب ده معناها أيها دورية؟ معناها أن الطبيب المصري في الخارج عليه طلب حقيقي معروف أنه خريج مصر يعني ده دكتور محترم ومن صدفة مثلاً أسماء زي واحد دكتور مثلاً مجد يعقوب مثلاً ومجد يعقوب ليس إلا أحد الأمثلة لعشرات المئات الدكاترة المصريين المتميزين في أوروبا وفي أمريكا كلنا عارفين هذا الكلام فالحقيقة كل دي نقاط مضيئة علينا إن إحنا ننميها وإن إحنا نستفيد منها وإن إحنا يعني يعني مثلاً ما ضمن الحاجات اللي أنا لما كنت ببحث حكاية التعليم الطبي دي فكان في نقاش فترة حولين تعريب التعليم الطبي ومع ذلك أسازة الطبي في مصر وقفوا وقفوا ضدها تماماً لأنه وفي تعريب للتعليم الطبي في سوريا معلش دوم أحرار ولم تكن تجربة نجاحة طبعاً ما كونش تجربة نجاحة خارج بما أن التعليم الطبي والعلوم الطبية هي أساساً من اللغات الأجنبية وبالذات اللغة الإنجليزية يبقى المعنى أن إحنا نتعليها بالإنجليز ترجمة نانسي قنقر